بسم الله الرحمن الرحيم لقواتنا اللي قتل الدواعش وآخر كان عندنا صباح هذا اليوم عملية يوم أمس كانت عملية يوميا ومن ضمن القتل المجرمين كان والي لنبار فحبيت أهني أجهزتنا الأمنية القوات العسكري هجاز مكافر الرهاب الحج الشعبي وكل من قام بهذا الجهد بالتعاون بين مؤسساتنا في نفس وقت نسمع أصوات الشكك بأجهزتنا الأمنية مع الأسف الشديد وتتهمها باتهامات ما أنزلها بها من السلطان المؤسف أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه الدماء أتمنى علينا كعراقيين أن نتوحد في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية أصلاح حقيقية في نظامنا السياسي في نظامنا اقتصادي حتى تنعكس العكاسات إيجابية على المجتمع والمواطنين أرجع أقول لسا سؤال ما هو الهدف من هذه اتهامات والتخوين خلال سنتين اتهمت هذه حكومة اتهامات حملناها خاطر الناس خاطر العراقيين وتحملنا مسؤولية كليةنا كرئيس وزراء ووزراء حقيقة تحملت مسؤوليات كبيرة تشكرون عليها والحمد لله وشكر بنت نتائجها في قضية التنمية في قضية الوضع الاقتصادي سرعة النمو ومن ضمن الاتهامات هي الاتفاقية الصينية تم اتهامنا أن الحكومة هذه تحاولت عرق الاتفاقية الصينية وشفت الأسبوع الماضي مشروع الألف مدرسة في عموم محافظات عراق وهي المرحلة الأولى وضمن الاتفاقية الصينية فشل حكومة عرق الاتفاقية الصينية ومن جهة أخرى تقوم بتنفيذها وفي أهم مشروع هو مشروع التربية مستمرين به بهذا المشروع المرحلة الألف مدرسة والمرحلة الثانية إن شاء الله ألف مدرسة في كل محافظاتنا التعليم مهم ورقين المجتمعات يحتمد على التعليم الاتفاقية الصينية الحمد لله كنا في فنة مع تجزؤ الخاص ببناء المدارس وإن شاء الله في المراحل القادمة نستمر في تنفيذ بعض منود هذه الاتفاقية فالادعاء أن الحكومة عاقة الاتفاقية الصينية ومرادتها ومنعتها وضغوط خاجل الواقع ثبت كذب هذه الاتهامات الموضوع الآخر العراق سعى خلال هذه الفترة بسياسة الخارجية نحو التهدية في المنطقة منطقة تعيش طرابات وتعيش تحديات خطيرة جدا وانعكاسات الحرب في روسيا وإكرانيا أصبحت مؤثرة على العالم كلها على الأمن الغذائي كان سياستنا للحظة الأولى هي ستة وزنات في المنطقة والعمل على العلاقات جيدة مع جنان عراق ومع أصدقاء العراق كي تكون في خدمة المواطن العراقي والمجيء باستثمارات ونجحنا بهذه العملية عراق يمتلك مقومات نجاح يمتلك موقع استراتيجي مهم ويمتلك شعب مبدع يستطيع أن يقوم بدوره في التكامل الاقتصادي التنمية ويقدم خبراته واستفاد من خبرات الآخرين نجحنا خلال هذه الفترة مع الدول الجوار وأصدقاء أن نأتي باستثمارات كثيرة العراق سوف نستمر بهذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصطحة العراقيين هذه النقاط حبيت أثيرها ستوياكم أخوان وأقول نحن مقبلين على وضع سياسي إن شاء الله يتم تشكيل حكومة جديدة وفي كل اجتماع أطلب لكم الاستمرار في العمل للحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق هذه العلاقة مع المواطن مهمة جدا نستمع على شكاوي الناس تنفيذ مطالبهم اللي حقه واللي تحتاج للشيئات لازم نقدم أفكار لحل هذه المشاكل مع زملائنا وأخواننا في البنمان العراقي أتمنى لكم كل توفيق وإن شاء الله نستمر في العمل للحظة الأخيرة من أجل خدمة عراقنا وهنا شكرا أخوان شكرا أخواننا شكرا أخواننا